يوما بعد يوم يتكرس وضع تعز كأكثر المناطق تأثرا بالحرب الدائرة منذ أكثر من عامين فالأزمة الإنسانية والإغاثية تزداد تدهورا ويتدهور معها النظام الصحي على نحو يعرض الملاجين من سكان المحافظة إلى مخاطر صحية وخيمة حقيقة أقرت بها منظمة الصحة العالمية التي تمكنت من إيصال شحنة أدوية تقدر بنحو ثمانية أطنان وهي من الحالات النادرة التي تتلقى فيها تعز مساعدات بهذا الحجم من وكالة تابعة للأمم المتحدة الشحنة تحتوي على أدوية طوارئ ومستلزمات علاج الإصابات وأدوية علاج الالتهاب الرئوي وأنواع مختلفة من المحالي للوريدية المنظمة الدولية وفي بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أضاءت على الوضع الصحي المتردي في تعز وبقية محافظات البلاد وأكدت أن النظام الصحي أحد ضحايا ما تسميه المنظمة الصراع الدائر المستمر والذي تسبب أيضا في مغادرة العديد من الكوادر الطبية عالية التخصص أكثر التهديدات المحتقة وفقا للمنظمة في هذه المرحلة إمكانية تفاقم وباء الكوليرا خصوصا وأنه قد تم تسجيل أكثر من 21700 حالة اشتباه بالإصابة بهذا الوباء منذ أكتوبر الماضي وتسجيل 103 حالات وفاة جراء الإصابة به وتتسق تحذيرات منظمة الصحة العالمية مع تحذيرات أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من تعرض نحو مليون طفل في كل من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن لخطر الموت جراء الكوليرا شحنة الأدوية المقدمة من الصحة العالمية على أهميتها لا تزال أدنى بكثير من احتياجات محافظة تعز التي لا يزال الحصار يهددها بالمزيد من المعاناة على الصعيدين الصحي والإغاثي شكرا